خبرونا السلسلات شو أدنا نخبرك الساعة تماماً وتسعة الربعي وتسعة أعدين بها الباب كله تمام فجأة بيجي أنظار أنه بدن نضرب المزاعي بدن نضرب المستشفى السيحي نحن عادة نبلغوا وقالوا وين المناطق كنا ننزل لتحت على المستشفى نتخبر فيها ما لحينا نتخبر أولاد الزراع ما بلغوا بدو ينضرب الحي قالوا الأوزاعي والليليك ومستشفى السيحي اللي يكون بمعلوم كون وأنا لولاد قالوا لي وصل على التليفون الأوزاعي والليليك كنوا شو تعلمنا ما منسرخ قال إيه بدو ديك تزدين لبومبوم ومجدو الزغلول وانتي شوكولات أنا ملحقت كفيتو كفوا أول صاروخ تاني صاروخ لولاد كلها تشقفت قنان الغاز كلها صارت تفقع حراي أطفال هادي هي الحرية هادي هي الجمهورية يا خيروحوا عجب هيقاتلوا عجب مرشي بس لكل الناس وإبحنوا أفضل أنا أنا من صابت أنا ابني بالمستشفى بالعناية الفائقة ولحلي بلد نصابي 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 أنا نصابت بس أنا ساعدت لولاد لأنه أدامي لولاد ماتوا ما في كنت عاملينوا شيء اللي عم بيصلوا لربهم لولادة قطعت أدامي الغاز عند العالم صارت تحتري ما في كنت عامل لأنه أساسا ما تحذرنا نحنا يعني لا صحافة إجيز ولا يعني بعدين يعني ما حدا كان عارف واني بدو يتم استهداف المنطقة والمنطقة كلها أطفال مثل ما شايفي أنا ممسل هو ممسل وأطفال وفي عجز في شيء أربع عجز وفي بنت منزول همم أو منزول احتياجات الخاصة نزلوها الشباب حطوها على ظهر السيارة لقدروا نزلوها حبيبتي يا جنة هيدا جنة عمرنا أطفالنا بس حيرجع يجي أطفالنا بالرغم من أنه العدو الإسرائيلي لم ينزر بهذه المنطقة لأنها منطقة سكنية بحت بحت وكل الممسلين والمخرجين دقولوا للزغلون لأنه بيعرفوا كانوا يجوا يصوروا هون ويصوروا مع الأطفال فهني كلهم نتعجبوا منطقة أطفال يعني هلأ إذا بتشوفوا أنا البيت هلأ بعد شايف فرجيك البيت بالوجه كله رايح ومحلمة دمار كلهم الأطفال كانوا عم يلعبوا الأطفال كانوا قاديين عم يلعبوا من شين نعلمناهم كيف يهدوا أعصابهم ويقروا قرآن لا أكثر ولا أقل هيدا هندك الناس متفقين عليهم حتى ما يصرخوا ما يصير عندهم أي شي أنا اسمي علا فهد عيد أنا ممسلي وفؤاد حسن الزغلور معنا كمان ممسلي